نحمده حمد عبد لم تزل ألطافه عليه متواتغة متوالية ونشهد لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة نرجو بها النجاة في الدار الآخرة ونشهد أن سيدنا وحبيبنا وشفيعنا محمدا عبده ورسوله سيد الأتقياء المارة اللهم فصل وسلم وزل وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه الخيرة أما بعد فأوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل والسمع والطاعة قال الله تعالى يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ وقال تعالى يَا أَيُّهَا الْنَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَعْحِدًا وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَادًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامُ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا إِخْوَةِ فِي اللَّهِ اعْلَمُوا أَنَّ عِمَارَةَ الْمَسَاجِدِ مِنَ الْإِيمَانِ لقوله تعالى إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآت الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكون من المهتدين وقال صلى الله عليه وآله وسلم أحب البلاد إلى الله مساجدها فقال صلى الله عليه وآله وسلم من بنى لله مسجدا ولو كمفح صقطات أو أصغر وقال صلى الله عليه وسلم 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 ترجمة نانسي قنقر 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 ترجمة نانسي قنقر